شديد الكرام دلوقتي معتكم مع قراءة سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا تعالوا نشوف مع بعض اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حلاقي في المركز الأول دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تصدر قائمة أكثر الشخصيات تداولا لأن كان عنده زيارة بالأمس لمحافظة بنسويف أيضا كان عنده جولات تفاقدية في عدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية وحضر قمة رايزاب للشركات الناشئة بالمتحف الكبير بعد كده جي في المركز الثاني وكان من أكثر الشخصيات تداولا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ده بسبب أن كان لي تصريحات خلال تجمع انتخابي بولاية مينيسوتا الخاصة بإجراء تحليل مخدرات للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في المركز الثالث جلنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو من أكثر الشخصيات أيضا تداولا لأنه كان فيه سخرية البيت الأبيض من معاناقة الرئيس الصيني تشي جينبينج لبوتين والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال أنا لست مؤهلا للحديث عن العاطفة الجسدية الشخصية بطريقة أو بأخرى زي ما أنتوا شايفين سواء في دونالد ترامب مع جو بايدن في تلاسن لأن الانتخابات الرابط وأيضا بسبب التقارب الصيني الروسي أيضا في تلاسن من الولايات المتحدة لأنه بالتأكيد عنهم على هذا التقارب الصيني الروسي نيجي للمركز الرابح ألاقي النجم محمد إنني كان من ضمن قائمة الأكثر تداولا بعد اللي كشفته التقارير الصحفية بأن عنده ثلاث عروض من أندية تركية للاعب الأرسنال الإنجليزي تركيا قدت إيه تعرض عليه خاصة أنه أعلن رحيله عن صفوف الجانز وفي نهاية الموسم الكروي الحي أخيرا بتيجي معنا الفنانة جوري بكر جوري بكر دخلت ضمن قائمة مبارح الأكثر تداولا لأنها أعلنت عن الطلاق بشكل رسمي عن زوجها وجوري بكر قالت صبرت كتير واستحملت اللي ما فيش جبل يستحمله تعالوا بنا نروح لإنستجرام ونشوف إنستجرام عمل إيه إنستجرام مبارح كان بيحتفل بعيد ميلاد الزعيم عاد الإمام كل سنة وزعيمنا طيب وبألف خير وصح حلاقي مصمم الجرافك محمد جابر احتفل بطريقة مختلفة كعدته مع نجوم الفن نشر صورة للفنان عاد الإمام من مصرحية الزعيم وحط الصورة دي على الجنيه المصري وعلق عليها وقال كل عام وزعيم الفن واحد بس أيضا كان فيه مبارح فيه حلم من الجدل كده على إنستجرام بسبب زواج الفنانة صابرين صابرين تم الإعلان عن زواجها من المنتج اللبناني عامر صباح نشر موقع صادة البلد تصريحات خاصة لصابرين وقالت إنها فعلا تزوجت من المنتج عامر صباح من ست شهور بعد كده حروح لصحيفة جيروزولم بوست اللي هج الإسرائيلية هجمت فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ودبق بسبب سياساته الخطئة والتي تسببت في حدوث دمار كبير لإسرائيل جيروزولم بوست قالت إن الدمار اللي تعرضت له الأراضي المحتلة في فترة قصيرة لم يسبق له مثيل الصحيفة سخرت من إمكانية التعافي في ظل حكومة نتنياهو وقالت لدينا نتنياهو نحن لا نتعافى ننتقل لسكاي نيوز سكاي نيوز كان عندها مبارح متابعة على أحداث فرنسا وإنها بتتواصل فيها أعمال العنف أنحاء كاليدونيا الجديدة فرنسا فرضت حالة طوارق وبعد ساعات من فرض حالة الطوارق في الأراضي الفرنسية واللي بتقع على المحيط الهادي واللي بيسعى بعض سكان كاليدونيا من فترة طويلة إنهم يحصلوا على الاستقلال أفادت السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة ووزارة الداخلية في باريس إن أربعة أشخاص من بينهم ضابط شرطة قتلوا في أعمال العنف بعد احتجاجات هذا الأسبوع على إصلاحات انتخابية دفعت بها حكومة الرئيس إمانوال مكرو وأصيب نحو ستين من قوات الأمن واعتقل 214 في اشتباكات الخميس مع الشرطة أيضا وقعت حوادث حرق عمد ونهب بحسب المفاوض السامي لوي لوفران كبير المسؤولين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة رياضة بقى لو حنتكلم عن رياضة فطبعا كان متصدر مباراة الأهلي والترجي التنسي محركات البحث الاجتماعي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه يقام لقاء العودة بينهم السبت المقبل إن شاء الله 25 مايو باستاذ القاهرة ونتمنى للأهلي أن يحلفوا الحظ بإذن الله أيضا بعدها كان كل محركات البحث شغالة عليها مباراة الزمالك ونهضة بركانو اللي حتتلعب النهاردة إن شاء الله ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية دي كانت من ضمن أهم الأخبار اللي تصدرت محركات البحث الاجتماعي خاصة بعد المؤتمر اللي عقده البرتغالي جوزي جوماز المدير الفني للفريق على المباراة واللي أكد فيه أن اللقاء صعب على الفريقين لأن الاتنين عندهم خبرات كبيرة في هذه البطولة نروح للكاريكاتور والفنان هاني شمس صلت في رسمه في جريدة الأخبار الضوء على موسم الانتحانات والهجوم والنقد المستمر على الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري وعبر عن ذلك بنصائح مدرس للطلاب وقال له أوعى تسيب الورقة فاضية يعني لو جالك سؤال مش عارفه تخيل نفسك ناقد رياضي وهاجب حسام حسن